بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العلي العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن ترجعوا سالمين إلى سالمين ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين هذه الآية الكريمة قل إنما أنا بشر مثلكم كثيرا ما يستدل بها بعض من يريد إنكار مقامات النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين بأنهم بشر وأنهم مثلنا فلا معنى للاعتقاد بهذه المقامات وهذه الدرجات ولكن إذا نحن نظرنا إلى القرآن الكريم بنظرة عامة نجد أن هذه الرؤية في تناقض وتضاد مع القرآن الكريم والمشكلة أن البعض ينظرون إلى جزء ويتركون النظر إلى الأجزاء الأخرى كمن يقرأ هذه الآية ويل للمصلين وينسى أو يتناسى أن يقرأ الذين هم في صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون في الحقيقة القرآن الكريم يدل كما هو الوجدان يدل على ذلك أيضا أن العالم وهذا الكون مبني على التفاضل في كل شيء الفواكه فيها تفاضل ونفضل بعضها على بعض في الأكل هناك فاكهة من النوعية الجيئدة وهناك فاكهة من النوعية الرديئة والأنواع تختلف أنواع فاخرة وأنواع غير فاخرة كذلك بالنسبة إلى الناس لأنه لو كان المقرر أن جميع الناس يكونون في القمة فمن يقوم بالأعمال أليس نظام الدنيا مبتني على وجود أطباء ومهندسين وعلماء وعمال وعمال بلدية وأصحاب المهن الرفيعة وأصحاب المهن الوضيعة وآمر ومأمور لو كل الناس كانوا بدرجة واحدة كلهم علماء في الدرجة الراقية منه بعد يروح يصير زبال منه يروح يصير كالناس ما يصير فكان النظام يختل منه يروح يقوم بالأعمال الشاقة كاستخراج المعادن مثلا ما أحد ما كان يقوم بذلك فنظام الكون كان يختل النظام حياة الإنسان مبتني على التفاضل وكذلك بالنسبة إلى الأنبياء فضلنا بعض النبيين على بعض الأنبياء درجات في درجات التفضيل فأفضل الأنبياء أولو العزم وأفضل هؤلاء النبي محمد صلى الله عليه وآله والرسل من الأنبياء أفضل من الأنبياء اللي لم يكونوا رسلا فبناء الكون على التفاضل ولولا ذلك الواحد بعض الناس يقولون يعني عندما يريدون أن يتهربوا عن بعض مسؤولياتهم يقول لو كان الله سبحانه وتعالى لو كان الله سبحانه وتعالى يخلقني معصوما خواني هم كنت معصوم ما كنت أرتكب الذنوب لو كان الله سبحانه وتعالى يخلقني إماما نبيا لكنت أفضل من هذه الحالة اللي أنا موجود عليها لماذا الله سبحانه وتعالى لم يخلقني كما خلقهم جواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى حكيم تفضل علينا بنعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولأجل الحكمة تفضل على آخرين أكثر ونحن لم نكن نطلب شيئا من الله سبحانه وتعالى لم يكن لنا حق على الله سبحانه وتعالى مع ذلك الله غمرنا بالنعمة حس تفضل على البعض أكثر من البعض الآخر وهذا مو محل إشكال لأنه نظام الكون يتوقف على ذلك نظير ما إذا واحد من عندنا راجعه فقير ساعد بدينار راجعه فقير آخر ساعده بدينارين وبعض الأحيان واحد من عندنا الله إذا مكنه يمكن يعاون بعض الفقراء في مسكن في ملبس وما إلى ذلك السلفقير الآخر يقدر يعترض؟ لا لماذا؟ لأنه ما كان لأي منهما حق على هذا الإنسان المتفضل عليهم وإنما تفضل على واحد أكثر وتفضل على واحد أقل والله سبحانه وتعالى تفضله الأكثر أو الأقل وكله فاضل من الله سبحانه وتعالى لحكمة أيضا وليس عبث على كل حال بناء الكون على هذا التفاضل ولولا التفاضل لبطل هذا النظام في الكون وإلا الإنسان أفضل من الحيوان لو الحيوان كان يعترض لماذا لم تخلقني إنسانا والحيوان أفضل من النبات فلو كان هذا الاعتراض وارد لازم كل الموجودات تكون إنسان وأيضا الإنسان عينه أفضل من يده صح لو لا فلازم لا يكون إلى يد اليد أيضا تكون عين والمخ أفضل من بقية الأعضاء فلازم الإنسان كل وجوده يصر مخ فقط مثلا فهل كان هذا من الحكمة؟ الجواب لا بناء الكون على التفاضل حس نجي إلى هذه الآية الكريمة قل إنما أنا بشر مثلكم هذه المثلية أن الرسول صلى الله عليه وآله بشر مثل ما نحن بشر ليس المثلية في جانب التفاضل يعني ليس رسول الله في الفضيلة مثلنا هذه الآية لا تريد أن تقول هذا الكلام وإلا يصير مخالفة لبقية الآيات القرآنية التي بيّنت أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض النبيين على بعض وفضل بعض الناس على بعض فليس هذا أن الرسول مثلنا ليس المعنى أنه مثلنا في الفضيلة وإنما المقصود أنه مثلنا في الجانب الجسمي في البشرية إذا جاز التعبير لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد للرسول أن يكون قدوة نقتدي به إذا الرسول كان ملك من الملائكة خب ملك من الملائكة هل يمكن الاقتداء به؟ ملك من الملائكة يسجد سجدة عشرة آلاف سنة يمكن الاقتداء به؟ لا ما يمكن لأنه لا نتمكن من الاقتداء بملك فعله هذا الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون حتى إذا كان المقرر أن يكون النبي من الملائكة كان المفروض أنه يكون في هيئة إنسان حتى يمكن الاقتداء به الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة زين الرسول أسوة حسنة لنا إذا هو ملك ومبشر لا يأكل لا يشرب لا يتزوج لا يكون مولود ولا يكون له ولد مثلا هذا شلون نقتدى به؟ في أي شيء نقتدى به؟ لا يمكن الاقتداء به في أي جانب من الجوانب ولكن الله سبحانه وتعالى جعله بشرا لكي نقتدى به وبعد ذلك سلط الأضواء في القرآن وفي غير القرآن على كل جوانب حياة الرسول صلى الله عليه وآله لماذا؟ حتى إحنا نشوف الرسول كيف كان يعبد صلوا كما رأيتموني أصلي وكيف يتعامل مع الناس حتى كيفية التعامل مع أهله من بعض يتساءل في شأن النزول حسب بعض التفاصير أن رسول الله صلى الله عليه وآله شرب عسلا في بيت إحتى زواجاته فلأن البعض الأخرى الأخريات من زواجات الرسول كنا يحسدنا ماريا القبطية فصارت مؤامرة بينهم لكي يقولوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله في فمه رائحة مغافير مغافير نبات في رائحة كريهة والرسول صلى الله عليه وآله كان يعتني جدا بالمسائل الاجتماعية ولذا دائما الرسول صلى الله عليه وآله كان نظيف كان معه المشت كانت معه المرآة العطر حتى في سفره لكي يكون منظره منظر جذاب للناس مو منفر للناس ما كان يأكل البصل ما كان يأكل الكراث لأن بعض الأحيان في بعض المناطق في رائحة كريهة حتى واحد لا يتنفر من شكل الرسول ثم يبتعد عن الاحتداء بكلامه والله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء في أحسن هيئة هذا بين قوسين لكي لا يتنفر واحد من الناس منهم وأي واحد من الأنبياء ما كان في جسم أي عاهة حتى يعقوب على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام لم يصب العمى وبيضت عيناه من الحزن يعني بان فيها بياض وضعف في البصر مو عمى لأن هذا العمى عيب عند الناس ولو استعدافة واحد هو أعمى يعني هذا إذا عمله صحيح فهو مقرب عند الله سبحانه وتعالى لكن الناس بعض الأحيان مستوى الفكر مستوى متدني فيتصور إذا واحد عاهة في جسمه مثلاً كأنه منفر يتنفرون بعض الناس وهذا من قصورهم الله سبحانه وتعالى ما أراد بالنسبة للأنبياء واحد يتنفر منهم أو أيوب مثلاً اللي يكون ظاهر على أعضاء بعض الإسرائيليات موجودة أنه أنتنى جسده وظهرت عليه الديدان وأمثال ذلك الناس كانوا يكرهون هذه الرائحة فأخرجوه من المدينة هذه كلها كأكاذيب وإسرائيليات يعقوب ييوب كان مريضاً لكن مرض ضعف خلا أنه يكون جليس الفراش أو طريح الفراش مو أنه يكون في جسمه آهة مبينة على كل حال فالرسول صلى الله عليه وآله كان يلاحظ هذه المسألة أي شيء منفر للناس يبتعد عنه فعندما اتفقت عائشة وحفصة مؤامرة ضد مارية فعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله من عند مارية وكان قد شرب العسل عندها فقال له أجد في فمك أو في فيك ريحة مغافير فهنا رسول الله صلى الله عليه وآله قرر أن لا يشرب عسلا هذه قضية يعني قضية عادية قد تحدث في أي بيت من البيوت الله سبحانه وتعالى سورة كاملة من القرآن خصصة إلى هذه القضية سورة التحريم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات زواجك كذا 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 لماذا طبعا في علال مختلفة من العلال تسليط الأضواء على الحياة الشخصية لرسول الله لكي نقتدي به الأزواج يقتدون برسول الله في كيفية التعامل في بيوتهم لأنه أسوى في كل شيء أسوى كما في عبادته أسوى في حياته أيضا أسوى في تعامله مع أولاده أسوى مع أحفاده أسوى مع زوجته أسوى مع المجتمع أسوى مع الكفار أسوى وهكذا وهل مجرى طبعا هذه الآية فيها أغراض أخرى أيضا من الأغراض الإشارة إلى نفاق هاتين إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما بعدين وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة وبعد ذلك الظهير يعني المؤامرة عندما تقومان بها ضد علي بن أبي طالب في الجمل الله سبحانه وتعالى مولاه وجبريل وصالح المؤمنين يعني علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام حسب الروايات على كل حال أغراض مختلفة وأهداف مختلفة في هذه السورة الكريمة ولكن هذا من الأغراض أن الرسول يكون لنا أسوة زين لو الرسول كان ملك هل كان يمكن أن يكون أسوة؟ كلا لذا القرآن سلط الأضواء على حياة الرسول صلى الله عليه وآله الروايات سلطت الأضواء على حياة الرسول صلى الله عليه وآله وعلى حياة الأئمة لنتخذهم أسوة مو فقط نسمع وخلص صحيح واحد يسمع جيد فيه ثواب ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله وهم ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته الذكر أيضا مطلوب ولكن الهدف الأساسي والهدف الأصلي هو اتخاذهم أسوة اتخاذ الرسول صلى الله عليه وآله أسوة الرسول كيف كان يتعامل كيف كان يتعامل كيف كان يتعامل مع عداءه في يوم فتح مكة والرسول القوة القاهرة عشرة آلاف واحد المسلمون جنود مجندة والمشركون استسلموا ماذا فعل بهم؟ كان يقدر يقتلهم وما كان ملوم يقول أنه جماعة قتل 23 سنة حاربوا الرسول وقتلوا أصحاب الرسول وقتلوا أقرباء الرسول لأنه عبيدة بن الحارث بن عم الرسول قتل في معركة بدر حمزة بن عبد المطلب عم الرسول قتل في معركة أحد وكذلك بعض أقرباء الرسول صلى الله عليه وآله قتلوا في معارك أخرى كان يتمكن ولو كان يقتل منهم ما كان ملوم هم غدروا بدأوا بالحرب وهم بدأوكم أول مرة فألان أخذوهم واقتصوا منهم الرسول صلى الله عليه وآله فقط أهدر دم سبعة أشخاص ثم عفى عن أكثرهم السبعة أشخاص أو ثمان أشخاص أهدر دماءهم لعظم الجرائم اللي كانوا مرتك بيها ثم عفى عنهم واحد منهم وحشي قاتل حمزة واحد منهم هبار قاتل زينة بغبيبة الرسول صلى الله عليه وآله على كل حال هذا إذا كان تعامل مع الأعداء الذين قتلوا منه أقرباءه قتلوا أصحابه إحنا إذا واحد من أدنى اختلف مع صديقه أو مع شريكه أو مع قريبه في قضية جزئية بسيطة تشوف عشرين سنة لا يكلم أحدهما الآخر ولو أحدهم كان عنده شوية قدرة زين يستعمل قدرته ضد الآخر أما التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله يقتضي له الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أحد من الحسن من أحفاد الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام في مجلس عام أهانة الإمام عليه الصلاة والسلام فالأصحاب تأثروا لأنه مرة الإهانة تجي من واحد عدو مشكلة طبيعية لكن من واحد من الأقرباء شوية يكون صعب في اليوم الثاني أو في نفس اليوم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ذهب إلى باب داره مع أنه ذاك كان المقصر لأن الإمام الصادق معصول ذاك هو المقصر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ذهب إلى داره ليعتذر منه ذاك المقصر الإمام يعتذر منه نحن لازم نتعلم وكذلك في سائر المجالات في مجال العمل الإمام أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام هذه مدينة موجودة في السعودية قرب المدينة المنورة يسمها ينبع هذه ينبع الآن من الموانئ الكبيرة في السعودية هذه كانت صحراء قاحلة أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام في الفترة التي كان مبعد عن الخلافة وكان عليها حصار سياسي وحصار اقتصادي وحصار اجتماعي في هذه الفترة 25 سنة من الأعمال اللي كان يقوم بيها كان يذهب يزرع كان يذهب إلى هذه المنطقة صحراء كانت فشق فيها عيون وحفر فيها آبار وغرس فيها أشجار فصارت بستان كبير جداً اللي بعدين معاوية راد يشتريه من الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أو الإمام الحسين بمائة ألف دينار يعني 75 ألف مثقال ذهب والإمام ما باع له استفيد من وقته أيضاً العمل بسه احنا الواحد من عندنا يحتاج إلى طلب العلم يطلب العلم يحتاج إلى عمل يعمل حتى لو ما يحتاج لا يقضي وقته بالبطالة يعني أفرض واحد مثلاً موظف انتهى الأمر به إلى التقاعد خدم 20 سنة 25 سنة 30 سنة صار متقاعد يأتيه راتب مستمر مما ادخروه له مزين هذا مفروض أنه يقضي وقته بالبطالة جواب كلا وإنما يعمل عمل آخر أو لا أقل ينشغل بالعبادة لا أقل ينشغل بخدمة الناس لا يقضي وقته بالبطالة أو إذا مرأة هي ربة بيت جهاد المرأة حسن التبعل مزين لكن كثير من الأحيان يصير فراغ هل هذا الفراغ يصرف في البطالة أو في مجالس البطالين أو في مجالس مثلاً غيبة والعياذ بالله كلا وإنما هناك وقت الإنسان يخصص للعبادة وقت يخصص للمطالعة وقت يخصص لخدمة الناس حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم وخدمة الناس ما تتوقف على الثراء يعني نحن بكثير من الأحيان نتصور أنه واحد ثري بأمواله يخدم الناس لا واحد عنده جاه بجاهه يتمكن من أن يخدم الناس وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها عادة منه هذا الحكم يكون شخص وجيه من العائلة من الأسرة هناك أني أعرف بعض الناس لا يمتلكون شبراً من الأرض ولكن يقضون حوائج الناس بجاههم الله سبحانه وتعالى اعطاه جاه ما وجه حسب تعبيرنا بجاهه يخدم الناس واحد بكلامه يخدم الناس بلسانه يخدم الناس يقضي حوائج الناس وهكذا المقصود أن الإنسان يتأسى بالرسول لأنه الله سبحانه وتعالى جعله بشر على رغم فضيلته وأنه أفضل الموجودات لكي نقتدي به والرسول صلى الله عليه وآله كان يستفيد من كل لحظة من لحظاته إما في عبادة الله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى من كثرة العبادة ورمت قدمه وفي غير هذا الوقت العبادة خدمة الناس قضاء حوائج الناس هداية الناس إرشاد الناس إذا الإنسان تأسى برسول الله صلى الله عليه وآله يأمن الهلكة وإذا لم يتأسى أمير الممين عليه الصلاة والسلام يقول فليتأسى متأسا بنبيه وإلا فلا يأمنن الهلكة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وطاعاتكم وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين موسيقى 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 تسكي النفوس بأعبق البركاتي موسيقى موسيقى يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلماتي موسيقى 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 شكرا